لا يملكنا غير القهر والدموع بعد أن أجبرتهن ظروف الحرب على ترك منازلهن النساء النازحات من منطقة الجبيلة التابعة لمديرية التحيط بالحديدة بسبب قصف ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية لقد قصفت الميليشيا كل الممتلكات ودمرت أغلب المنازل وحولت البيوت إلى ثقنات عسكرية وفرضت حالة النزوح القصري للسكان ما جعل النساء والأطفال بلا مأوى على قارعة طريق ملي بالألغام كانت منطقة التحيطة قد شهدت خلال هذا الشهر موجة نزوح قصرية المتضرر الأكبر منها النساء والأطفال ولم يجد هؤلاء النازحون ما يسر أقسادهم سوى هذه الأشجار التي يستضلون بها من حر الطبيعة وقسوة الحرب ليست وحدها التحيطة من تضررت من قذائف الحوثي فقد تسببت عوة ناسفة باستشهاد مرأتين في منطقة حيس بينما أدى تلك القذائف إلى نزوح نساء وأطفال قرية الطائف بمنطقة الدريهمي معاناة النساء النازحات في الحديدة ومحافظات أخرى قصص لا تنتهي وتكمن الماسات أنهن أصبحن بلا مأوى ولا مصدر رزق بعد أن أخذت قذائف وأنغام الحوثي من يعولهن وأطفالهن ولم يجدنا سوى خذلان الشرعية وتفروج التحالف وتقاعس المنظمات الدولية ترجمة نانسي قنقر